بمناسبة قطر كابتن محمود الخطيب كان استقبل انبارح الشيخ حمد بن خليفة الأحمد الثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم زار النادي الأهل زي ما حضراتكم شايفينه واستقبلوا كابتن محمود الخطيب وأعضاء بمجلس الإدارة وكان في صحبته المهندس هاني أبو ريدا عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي والدولي والحياة يعني فاكرين من أول ما كانت قطر مستضيفة كأس العالم للأندية كان الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد حريص على زيارة معسكر الأهل باستمرار ولقاء الكابتن محمود الخطيب هو لما تكلم تكلم على أنه بكل الوضوح والصراحة راجل أهلوي جدا وقال أنا أهلاوي من قبل ما اشتغل ومن قبل ما ارتبط بالاتحاد القطري وقال أدخل في السكة ممكن بيلعب لسه فسعيد جدا زي ما هو قال هتشوفوا كلمته على زيارته للنادي وعلى اللي شافه خلال هذه الزيارة كابتن خطيب أهداه درع النادي الآلي التقديري وفنلة النادي الآلي في تكريم للضيف الكبير اللي الحقيقة عبر عن ساعاته الكبيرة باللي شافه في النادي الآلي في الجزيرة من إمكانات ومن تطوير شديد في البناء التحتية وفي المقر كرة القدم زي ما حضراتكم شايفين في اللقطات وكان الدكتور محمد شاوي والأساس طاري أنديل أعضاء مجلس الإدارة والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي مع الكابتن الخطيب في استقبال الضيف الكبير يعني زيارة لها مدلولها بتأتي في أجواء عالمية الجميع يتقارب ويعني الرياضة عليها أن توحد لا تفرق عايزين أذكر الناس اللي عمالها تشعل في قضايا وفتن وموضيع ملهاش لازمة يعني رفقاً بالوطن شوية رفقاً بالمعاني السامية حبة لأن إحنا محتاجين نبقى جنبه بعض كلنا في هذه اللحظة كلنا مش في مصر بس كلنا كأشقاء عرب وأفارقة يعني بالتأكيد والتأكيد كل التوفيل للقطر إن شاء الله في تنظيم منديال كبير يليق بالأمة العربية وهي بتصدف هذا الحدث الكبير الحية نوفمبر من هذا العام